اشتركوا في القناة النهاردة بيقدم لنا مجموعة من الكلمات اللي اخيرها وابلا نشوف نطق الكلمات النهاردة بفكرك لو انت محتاج اي درس سابق سواء كان معك كتاب جيم او كتاب المعاصر هتلاقي فيه في الوصفة اسفل الفيديو لينكات هتوسلك للحاجة اللي انت محتاجها ولو بتشاهدنا الاول مرة اشترك في القناة عن طريق انت تدوس على علامة الاشتراك باللون الاحمر اسفل الفيديو وبعدها تدوس على علامة الجرس وتختار الكل عشان يوصل لك تنبيهات بالفيديوهات اللي هنرفحها على طول ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتعليق وتعمل شير لفيديوهات القناة على الفيسبوك فالله بنا كده نبدأ شرح النهاردة ونشوف نطق الكلمات تايجر ماذر mother lobster وديك المجديدة اللي هو الاستكوزة أو سرطان البحر بعد كده butter والكلمة دي ممكن تسمعها باللهجة الأمريكية الأمريكان لما الحرف اللي هو حرف التي بيجي قبله متحرك وبعده متحرك بيمطقوا التي دي سريعة وخفيفة فيقولها كده دول اللي هما الأمريكان لكن إحنا نمطقها butter اللي هي الزلدة بعد كده القرحة أو الفقاعة اللي هي بتطلع في الصابع أو في اليد اللي هي blister 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 اللي هي فقاعة dinner dinner ودي طبعا وجبة العشاء dinner dinner طبعا أنت عارف أن أنت عندك واجبات أخرى زي breakfast اللي هو الفطار وعندك lunch اللي هو وجبة الغداء وعندك dinner اللي هي وجبة العشاء وعندك snack اللي هي وجبة خفيفة تاني dinner 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 مكملين برضو مع بعض بقية الكلمات اللي هي برضو فيها er eraser 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 اللي هي الأستيكة eraser بعد كده cucumbers cucumbers cucumber cucumbers cucumbers uckermers căucembers الي هو الخيار بعد كده الألم الصبورة marker 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 ماركر. بعد كده. بابر. 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 وده الفلفل. سواء الفلفل اللي قدامنا ده او الفلفل الاسود اللي هما بسلا بيحطوه على الاكل. بعد كده الورق اللي احنا بنكتب فيه ركز بقى في النطق عشان اتمايز ما بين النطق اللي هو بتاع بابر والكلمة اللي جادي. هنا بقى بنقولها ازاي. بابر. 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 بعد كده المصطرة. رولر. 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 وعلى فكرة الكلمة دي اولاد لها معنى تاني بمعنى حاكم. الحاكم اللي بيحكم البلد. برضو بنقول عليه رولر. ولكن هنا بنستخدمها معنى مصطرة. ساستر. 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 اللي هي اخت سوامر. طعلا كلنا عارفين هنا الفعل سوام. يعني يزبح. بنكرر الام وبعد كده لو ضفت ing هيبقى معناها السباحة. لو ضفت er هيبقى معناها سباح. سوامر. 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 كده احنا نطقنا مع بعض الكلمات وجينا دلوقتي لوقت تحلق الاسئلة الخاصة بالدرس. هنحل مع بعض دلوقتي general exercises. تمارين عامة كده على الدرس الرابع. طبعا اول سؤال اللي هو سؤال listening. سؤال الاستماع. السؤال ده طبعا انت بتعمل دايرة زي ما نبهت قبل كده على الكلمة اللي بتسمعها. ايا كان المصطر بيقرأ ايه. فمسلا على سبيل المسال. نوبر ون لو انا قلت مسلا. باتر. باتر. يبقى انت كده هتعمل دايرة على كلمة زبدة. تو. بلاستر. بلاستر. يبقى انت كده هتعمل دايرة على قرحة او فقاع اللي بتطلع في الصابع او اليد. نوبر ثري. فانجر. فانجر. وهنا كلمة فانجر اللي هي معناها الصابع اليد. نجي بالسؤال اللي هو نوبر تو اللي انت بتعمل دايرة على كلمة مختلفة وتختار الكلمة البديلة. او تحط مكانة كلمة بديلة. نوبر ون هنا ريزر. اللي هي استيكة. اللي هو الام رصاص. اللي هو الخيار. اما اللي هو الورق. يبقى هتلاحظ كده مديك تلاتة من الادوات المدرسية. ومحك كلمة ايه خيار. فاحنا هنشيل هنا ونحط بقى حاجة من ادوات المدرسة. فهنا مديني احط لنا ايه او ممكن نحط مسلا كلمة كتاب. نوبر تو. نوبر تو بدأ هنا بديسك اللي هو المقعد. دور اللي هو باب. تايجر. اللي هو النمر. اما كلمة واندو اللي هو شباك. يبقى كده مديني تلاتة حاجات من الخشب. ومعها حيوان. فاحنا هنشيل هنا تايجر. ونحط حاجة من الحيوانات. سوري. الاشياء المصنوعة من الخشب. زي مثلا كلمة ايه تايبل. ممكن نحط تشير. اللي هو كرسي. في نوبر ثري. مديني هنا سوامر. ويهي سوامر. يعني سباح. ماكر. اللي هو المصبورة. بيكر. اللي هو الخباز. وفت. ده طبعا طبيب بطري. دكتور الحيوانات. يبقى احنا كده هنشيل المصبورة. لان التلاتة التانيين دول ايه اشخاص. ونحط مسلا وظيفة. فممكن نحط مسلا نيرس. ممكن نحط تيتشر. اللي هو المعلم. نجي بعد كده النامبر فور. ماذر. اللي هي الام. فاذر. اللي هو الاب. سيستر. اللي هي اخت. وي بلاستر. اللي هي قرحة. يبقى احنا كده هنشيل هنا كلمة قرحة. وهنحط احنا بقى حد من الفاميلي ميمبرز. اللي هو افراد العائلة او اعضاء العيلة. هنشيل طبعا هنا بلاستر. ونحط مسلا وليكن كلمة برادر. اللي هو اخ. فايف بقى بادئ معايا بكلمة where. اللي هي معناها اينك كلمة من كلمات الاستفهام زيها برضو how. ومعناها كيف. وين برضو كلمة استفهام بمعنى متى. اما pepper اللي هو الفلفل. يبقى احنا هنشيله. ونحط حاجة من كلمات الاستفهام اللي بتبدأ بيها سؤال. زي مثلا كلمة who. واللي معناها من. وبنسأل بيها عن شخص عاقل. who. السؤال نمبر ثيبه واسؤال البسج. هنكراها ونشوف الاسئلة اللي عليها. يسر دي باستر. دا تايجر هاد ابلستر. يعني هنا في نمر اسمه باستر. دا اسمه. هاد ابلستر. عند قرحة. his mother gave him a lobster for dinner. امه اعطته استكوزة على العشاء. باستر سيد. قال باستر ايه بقى ساعة ما مام تدته الاستكوزة. قال I like lobster. thank you mom. انا بحب الاستكوزة. شكرا لك يا امي. بعد كده باستر عمل ايه بقى? put the butter on the plaster. حط الزبدة على القرحة اللي طلع في ايده. ولكن but the plaster got bigger. ولكن القرحة كبرت اكتر. بدل ما الزبدة صغرها كبرتها اكتر. تعال كده نشوف. number one في true false. هنا بولي. يعني دا او الاسم دا دا نمر او اسد هنا. طبعا هنا هو مش اسد لانه قال انه هو فوق ايه? هو نمر. يبقى اول واحدة هتبقى ايه? هتبقى false. number two. بولي هنا. يعني الام اعطته ايه? طبعا اعطته قرحة. لا طبعا. انما هي اعطته اللوبستر. روي قلنا اللوبستر اللي هو الاستكوزة او سرطان البحر. فبرضو number two هتكون false. في number ثي بقى بولي. يعني القرحة كبرت. او فعلا كبرت لما حط عليها الايه? الزبدة. بعدية هتكون ايه? نجيب بعد دا كان number four. بولي what did mother give him. ماذا اعطته الام? هنرجع كده للفقرة وبولي هوت his mother give him a lobster. اعطته ايه? اعطته استكوزة. عاو استكمل وتقول for dinner. مفيش مشكلة. طبعا احنا ممكن نشيل his mother ونحط كلمة ايه? she. يعني هي she gave him a lobster for dinner. ودي هتكون اجابة number four. اما في number five. بولينا did he put butter on the plaster? هل هو حط زبدة على البلستر اللي هي القرحة? اه فعلا هو حط. بالتالي الايجابة تبقى ايه? yes he did. واحد هيقول لي احنا ليه هنا مستخدمين he واحنا بنتكلم اصلا على نمر والنمر دا حاجة غير عاقل. هقول لك طالما هو ذكره باسم. نسمينه اسم وبيتكلم ومعمول في القصة هنا على انه بتكلم وكده وشخصية بتتحدث وكده. يبقى انت كده بيعامل معاملة العاقل بالزبط. عشان كده احنا هنا بنقول لي yes he did. يعني نعم هو فعل ذلك. الصفحة اللي معنا بعد كده هو اول سؤال فيها اللي هو number four اللي هو سؤال ري ارينج. سؤال الترتيب اللي هي number one فيها هنبدأ هنا بآ اي ام. طبعا بيجي بعدها على طول الام يا اما صفة يا فعل في اي ان جي. يبقى احنا هنا بحبت كلمتي looking for. يعني معناها ايه? ايه? انا ببحث عن. ببحث عن. ايه بقى? عن my razor. يعني على الاستيقاب بتاعتي. my razor. number two. والله هتبدأ هنا ب there is. طيب وبعدين يوجد. there is معناها يوجد. يوجد ايه بقى? يوجد ايه بلست. يوجد كرحة. فين? on his finger. على صبعه. number three. عاوزنا اكون سؤال هنا بادئ ب what? بعد what الفعل المساعد اللي هو did. وبعد الفعل المساعد الفاعل. والفاعل هنا اللي هو مين? ادل. يبقى what did ادل. بعد الفاعل الفاعل الاساسي اللي هنا اللي هو put. يبقى what did ادل put ماذا وضع عادل. on the blessed. على القرحة. number four. عاوزنا اكون سؤال هنا بادئ ب did ويكون معناها هل في الماضي? بعد كده. you did you see? وبعد كده a اللي بتيجي قبل الاسم المفرد اللي هو تايجر. يعني هل رأيت نمرن? اما اخر سؤال معنا في فيديو النهاردة وسؤال الترقيم. وفي كل جملة او كل نقطة انت بتغير تلات حاجات. number one هنبدأ هنا بالسؤال هنا capital هنغير لدي لدي capital. هنا امان بدأ بالا ايه ايه capital هنسيبها ازي ما هي عشان ده اسمه شخص طبعا. live in. هتجي ببص على المدينة اللي هي الالكساندريا بدأ بالاسم هنخليها احنا capital. وهتحطه طبعا في الاخر ايه? اه اللي هي علامة الاستفهام لان ده طبعا سؤال. يبقى دي وي العلامة الاستفهام. number two هتبدأ هنا برضو بالو capital بداية سؤال. what are? هتجي ببصة على هاني تلاقي الاسم هنا بدء ب small نخليه احنا capital. هاني and ali. بعد كده going to have. going to have. يعني ماذا هما سوف يتناولوا. هتبص كده هتلاقي ان ده سؤالي وبحط علامة الاستفهام. يبقى كده ال w وال h وجمان علامة الاستفهام. وبكده نكون وصلنا على نهاية فيديو النهار. هتمنى الفيديو ده يكون عجبكم يكونوا استفدتم منه. لو عجبك بقى الفيديو انزل دوس لايك للفيديو وعلق كمان بكمينت اسفل الفيديو. ولو بتشاهدنا الاول مرة اشترك في القناة انت تدوس على المستطيل الاحمر اللي موجود عليه علامة اشتراك او سبسكرايب بالانجليش. وبعدها تدوس على علامة الجرس عشان يوصل لك شعاب الفيديوهات الفاترة الخدمة. اشترككم بقى ان شاء الله على خير في القادم الفيديوهات وضمتم في صحة وسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.